مرحباً أيها الدكتور بعد أن أسمح حضرتك أنا عندي عشرين سنة وكان وزني 75 عملت ترجيم نزلت الـ 65 بعد كده روحت وقال لي أن أنا عندي أنينيا وكتب لي على فيتامين الفيتامين ده بعد ما خلصته لما جاءت وزني تاني لقيته 70 هل تنوي على فيتامين قد لديك فتامين حديد؟ هل تعرفتك أنه فتامين عام؟ لا، فتامين حديد فتامين حديد ما يزودها المالت تنوي على فيتامين ممكن لا يعرفش قلال هل تُزودت زوارات الأكل في خلال 5 كيلو روح؟ أو كان وطيلة أكلية أيضاً؟ لا، أنا كان طبيعي كان طبيعي كان طبيعي؟ ما هو الطبيعي؟ يعني أكل عادي؟ لا يعني أنصد نفس البرنومج اللي كنت ماشي عليه قبل كده طب مش جالس كنت زودت فاكهة زيادة زودت عصير زيادة ممكن أعيز زيادة حشكاه زيدي؟ طب يعني أنا أنصد هو الفيتامين مالوش تأثير؟ هو الفيتامين الحديد لوحده عشان يكون قمين معاك يا ندا لا مالوش تأثير الحديد ما بيتخنش يعني ممكن مالتي فايتمينز لو فيتامين عام بحتوي على عزين كل فيتامين ألف ممكن يتخنك بس لو حترجع الأكل الطبيعي أما لو حصل زيادة خمسة كيلو معناه أن كمية السعرات اللي أنت خدتيها ممكن يكون أكثر من احتياجك يعني برضو من الحاجات اللي ممكن تزود الميزان أو تثبت الميزان حاجة معينة حقولك عليها كتجربة يعني كمن باب التجربة أنا مثلا ببتدي الضايت مثلا أشيلي النشويات أنا مش هكل ولا رز ولا مكرونة ولا عيش معايا وده حاجة في المنطقة الخطورة جدا وده معناها توجيه بش ناجح أشيلي النشويات مقابل أن أنا حافقد إيه وزن ففعلا إنت تشيلي النشويات وده كان توجيه غلط طبعا فبريدت تفقد الوزن بعد كده ممكن الجسم يبتدي إيه يثبت ولومجرد أن حتى لو رجعت الأكل الضايت بسيبت رجعت تتزاودي الماكارونة أو تاخدي بقى معلاتين ماكارونة أو معلاتين رز أو تاخدي بقى معلاتين رز أو تاخدي روحة بقى بقى دي هده نفسك بتزيدي فعشان كده دايما في الضايت الناجح اللي أنا دايما حاول بحاول دايما أوجه الناس أستاذ المشاهدين لي إن في بداية الضايت ما تشيليش نشويات آه ممكن تبقى لها نسب محسوبة أو كيميات إلى حد ما كيميات معقولة أو كيميات محسوبة بس إن ألغي النشويات تماما وكتير بسمع من الناس كده إن أنا طوله ما أنا بتجيدي أعمل ضايت دكتور ماجد أنا حتدي ألغي النشويات تماما فش حاسمها كده النشويات دي مصدر طبيعي للطاقة يعني أكتر مصدر سريع للطاقة للجسم البشري اللي بيرفع معدل حر هو نسبة الكربوهيدريتس في الوجبة نفسها فشي طبيعي لازم الوجبة بتحتوي على نسبة الكربوهيدريتس يسهب إلى حد ما محسوبة تمام فممكن قوي اللي هي مدمزين نادا يكون فعلا كان أكلها أولي جدا في خلال الخمسة كيلو الزيادة بغض النظر عن نوعية الفيتامين إنه بتجي تزود سعرات ممكن بتجي تاخد فاكة زيادة أو كوبات عصير أو مشروبات زيادة فتبتدى وزنها يرتد جزء منه اللي هو موضوع الخمسة كيلو هتقدر يتفقد الوزن الخمسة كيلو الزيادة ممكن في خلال أسبوع لو التزمتي بس بالضايت وبالتعليمات المصاحبة للضايت نفسها تمام؟